اعزة الروح بالي حياليوة طفضي اهل السنة دي والوسطة عمالي يفكر كده إنه ما شاء الله عنده دورة عنده دورة الابطالة الافريكية وعنده دورة الافريكي وعنده كسربة الافريكية كان عنده السوبر الافريكي من كم يوم عنده دورة مصري عنده كسل مصر عنده السوبر مصري المؤكس بأس الابطال رِه fácil عنده حكاية وا Lond languages ولا ، ده لسه بقا ه geez again مع الدولي. اه. يعني غير بقى مناسبات الدولية كاس الامة ومتصفية كاس العالم. في منتخب اوليمبياء لعب اوليمبيات. في كصص كتيرة اوي. صحيح. وده الاه لا يتعمل معه ازاي. اه ده مشكلة. اه. مشكلة كبيرة. اولا ان احنا اللي قناه من شوية انه النادي الاهلي عمل عمقه في بتاعه. اه. بحيس انه يقدر ان هو يعمل الروتيشن بالشكل المريح. ما يبقاش فيه ضغوطات على لعيبة معينة او تلتاشر بعتشر لعيب. والبقى امرأة احلاق النادي الاهلي عنده اكتر من بديل. نحن ممكن ما اتكلم في برستا وبتكلم في عشاحات. لا. وكل الباعة في عمل دي كويس اول. بزرطة. واشتغر عالسان فيها كويس اول. بس السنة دي كمان بقى اكتر. يعني لو نستعرض كده بطولات النادي الاهلي معنا. هتلاقي كم بطولات وزخم غير طبيعي. يعني لازم لازم ده نبدأ نعالجه يعني على مدارة السنوات الجاية لانه الاستمرارية بالشكل ده هتبقى مشكلة كبيرة جدا. النادي الاهلي مثلا عنده بطولات المحلية دوري. اربعة وثلاثين جولة. عنده كاس السنة اللي فاتت. عنده سيمي فاينال وفاينال. امبي وزفايوس الفاينال هلعب اهلي زمالك او بيرامتز. عنده كاس السنة دي. اللي هو هيبقى فيه خمس مباريات من دولة اثنين وثلاثين للفاينال. عنده كاس السوبر المصري. مش عارفين هو هيتلعب ازاي وبطولتين ولا بطولة واحدة. لو اتلعب بطولة باربعة فرق فانت بتتكلم في مطشين. ادي كاس السوبر المصري. الدوري الافريكي بطولة جديدة بتتكلم في ست مطشات. دور تمانية في سيمي فاينال فاينال. كل ده مع احتمالية توصول النادي الاهلي للمباراة نهائية ان شاء الله يعني. دورة ابتار افريكي اربعة عشر مباراة هتبدأها من سان جورج الاسيوبي. والحمد لله ان المباراتين هيقاموا هنا في القاهرة. الافريكو التونسي بمناسبة خسر اصاد فريق سيوبي اتنين صفر هناك. لسه مبارح في الكنفدرالية. وجاس عامل الانديا. النادي الاهلي عودنا دائم انه بيوصل على الفاينال او بيلعب على الثالث والرابع. ان شاء الله يعني السنادي نوص الفاينال ثلاث مطشات. طيب اجمالي ستة وستين مباراة. ده من غير كاس الرابط. كنت لسه اقول لك انت مش حاسب كاس الرابط. تتلعب بقى تكسومة الافريقية. فاقول لعيبة يعني اللاعب الكبار مش هلعبها. طيب. لعيب دولي في النادي الاهلي زي شناوي ولا عبد الميناء. اعمل لعيبة اللي بتلعب كتير. واللعيبة اللي بدأي لها مش بنفس الكفاءة. عد بقى كتير يعني محمد هاني. كاسومة الافريقية لو صنا فاينال زي ما عملنا اخر مرة سبع مطشات. عندك اربع جوالات تصفية كاس العالم. عندك مطشين في نوفمبر ومطشين في يونيو. وعندك توقفين دوليين. واحد في اكتوبر. عندك وديتين مع زنبيا وجزاير. وفي مارس ممكن يكون عندك وديتين كمال. بتتكلم في مطشات المتاخب الولمبي في الولمبياد باريس. هنستبعدها. مش هنتكلم عليها انه لا واحد من اللاعب ده يروح الولمبياد. خلينا في التانيين دول. فانت بتتكلم في سبعة واربعة واربعة. انت بتتكلم في كم? بتتكلم في خمسة عشر. خمسة عشر على ستة وستين. انت بتتكلم في كم? ستمانين واحد وتمانين مباراة. يعني لو حسب ده على تلتمية خمسة وستين يوم اللي هو سنة. احنا النهاردة في شهر تسعة تسعة السنة الجاية. فلو المطشات دي كلها تلعبت فانت عندك معدل. كل اربعة ونص يوم مباراة. بالنسبة اللاعب النادل الاهلي لمدة سنة كاملة ما بيرايحش. اقول اربعة مباراة. تعرف ان محمد عمد. اربعة تيام تقريب. مسيرته القروية مع الاندية. ما تعددش المية وخمسة موتش. يعني هو ممكن في السيزن ده. يلعب تسعين في المية من المشارطة العباء في مسيرته كلها. حمد عبد المنع. ده رقم كبير على فكرة. فانت بتقول لي كل اربعة تيام لا يلعب مباراة السنة دي. بالزبط انت بتكلم في بادري مثلا النجم من دغب اسبانيا وقت الاولمبياد. كان محقق رقم القياسي باثنين وسبعين مباراة في الموس. انت السنة دي ممكن لاعب. لو ربنا نداله الصحة وقدروا يلعب كام من المشارطة دي. ممكن يوصل لتمانين مباراة. ودي يعني ده 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 التنسيق ده مش مش في صالح الكورة المصرية الحقيقة. ده ايه. والفكرة الضخ المباريات الكبير ده. احنا محتاجين بهدوء جدا يكون في تنظيم للموضوع اكتر من كده. انا ما ينفعش ارحل كاس على كاس. سور مصري لازم الامور تكون واضحة فيه برضو. انا هلعب امتى وازاي وفين. آآ بطولات الافريقية. بدري. بدري لما لعب اتنين وسبعين مباراة مع برشون العيون ليه? اه كان وقتها في اولمبياد. وكان بينضم المنتخب الاول. وكان عنده المباريات مع المنتخب الشباب. وآآ دوري. انا اصد انا اصد اياحي يا فكرة انه ده قدر الاهلي. انت قدرك انك بتشارك في كل هذه البطولات العظيمة. صحيح. يعني ما هو بالمناسبة. عشان بس انا انا مش عايز برضو احمل الدنيا هنا. آآ اكتر من حجمها. وان كان طبعا احنا التنظيم البطولات عندنا وكل الحاجات ديت ومش كويسة يعني مش عظم حاجة. صح. بس ما الدول السوبر الافريقي دي ما هي دي بطولة مستحدثة والاهلي لازم يشارك فيها. طبعا هيعمل في الناس القائمين على تنظيم الكرة في مصر. الاهلي الحمد لله الحمد والله يعني ربنا كرمنا ومص المصر بيوصل لنهاء البطولات ويا رب دايما على طول. آآ النادي الاهلي بيخش له كاسة عامل الاندي ما وفي حاجة. وكاسة عامل افريقية مش بتلاقي كل سنة فهي دخلة كده. طبعا. وموسم استثنائي على كل. انا بس خوفي من الاستثنائي ده انواة يتكرر. آآ. فزي ما اجيال قبل كده فأدناها بسبب الضغط والتلاحم. آآ. انها نفقت لعيبة تانية. وخاصة ان احنا الحمد لله مسلا بطولة عربية يعني الحمد لله مش موجودة وسط الضخ ده. ان الاهلي اعتذر عن بطولة العربية. اعتذر عن ربط السنفات. فقل جنيه لو اعتذر بعد القرائد غرب اتنين مليون جنيه. فانا هتصور في الزحمة دي الاهلي مش هي لعب. اتصوري. انا ايه بيلعب الشباب. تصوري يعني انهم مش هي لعب. الله اعلم بافكار النادي الاهلي وبيفكروا في ايه. فانت كل مشاكلنا دلوقتي او ان انت بتقولوا انه عشان بس في كاس مصر قديم وكاس مصر جديد. لكن الباقي القائمين عالكورة في مصر يعملوا في ايه? هنا هنا محتاج مسلا مسلا ان انا بقى. الحمد لله احنا كنا بنكلم ساعة الفين وعشرين بمناسبة زي النهاردة. كنا بنخلص الدوري. صح. بمناسبة. احنا الحمد لله النهاردة بنبق الدوري. كويس. فحصل في تحسن. طبعا. لازم يكون في خطة على لونج تير من انا ابدأ في شهر تماني. زي الدوري التونسي. دوري تونسي بدأ في نص ثمانية. زي الدوري المغربي. دوري مغربي في نص ثمانية برضو او خمسة وعشرين ثمانية. فنا محتاج ابدأ الدوري بادر عن كده. ليه? علشان ما تحطش في الورطة برضو بتاعت البداية السيئة. الناد الاهلي بيقابل الاتحاد العصامي بيخسر. الزمالك بعيدا عن مشاكله يعني. اللي موجود عنده ولكن يخسر. لو مارف تاريخ وصات فريق جيبوتي. بتتكلم برضو في فيوتشر وبرامدس. اه برضو بيلعب اجواء افريقية. ما عندهمش الخبرات الافريقية الكافية. ولكن برضو في تبادقوا من بادر شوية. اسبوعين ثلاثة كان لعيبة برقت تخش في الفورمو واحدة واحدة. هو يعني من من الكلام اللي بيقوله يحيى احنا فيه لازم معلومة نقولها للجمهور. سواء جمهور الاهلي. جمهور الزمالك. اي جمهور بيتفرج علينا دلوقتي. ياخد الكلام ده ويطبعه على الفرقة بتاعته. انت داخل فعلا على كم بطولات كبير جدا. وعلى كم ماتشات كتير جدا. ففيه مدير فني زي مارسل كورر مثلا. هو دايما بيعتمد على القياسات البدنية. رقم واحد في المعايير اللي انا بحطه عشان اغير وطلع. اه يعني تحط لعيبة وتشيل لعيبة. بالزبط. فهي ده المعايير اهم حاجة عنده. فهو لو طلع لعب انت كنت شايفه انه عامل ماتش كويس جدا. او مطلع حد برا تشكيل انت شايفه انه ماشي بشكل كويس جدا. فهو ما بيطلعوش عشان ما بيحبوش او بيكرهو. لأ هو بيحافظ عليه على المدى البعيد عشان يكون موجود معاه طول الفترة وما يخسروش في اخر السنة. صحيح. دي حاجة مهمة. الحاجة التانية برضو على اللعيبة وعلى المدير الفني انه هما ما يصعبوش الدنيا على نفسهم قدر الامكان. بمعنى ان انا ببدأ دوري عندي دوري ابطال عندي كل البطولات دي. انا بالنسبة لي او بالنسبة للأهل عموما يعني الدوري ده اهم حاجة. هقولك ازاي الدوري اهم حاجة. طول ما انت مرتاح في الدوري هترتاح في كل البطولات التانية. هقولك ازاي. السنة اللي قبل اللي فاتت. قبل ما الاهل يكسب الدوري ودور الابطال السنة دي كان دايما وضعه في الجدول مش كويس. كان دايما ييجي يقولك لو الاهل يكسب هيبقى فرق عن الزبالي الكازم. فييجي الكوتش ما هو عايز يكسب. فيروح ملعب افضل ناس موجودة في الفرق. فبالتالي يروح يلعبه افريق. فانت بتيجي على شهر ثلاثة او اربعة اللي هو موسم الحصاد بتاع الكورة في مصر. بتلاقيش اللعيب. انت ممكن تلاقي اللعيب بس مش موجود. والله عشان هو بس دي مشكلة هقولك ليه. ها ديك معلش انا يسخر من المواطن. وهو مانشستر سيتي مسلا مع بيب جورديولي يوصل لحد نهائي دوري ابطال اوروبا. ويجي في الدوري يبقى عنده مطش مهم. فتلاقيه مقعد برا كيفيد بروين او هلند عشان هو شايف انه لازم اريحهم حتى لو مطش الدوري ده مهم. بس انا مجتنع وواصق انه اللعيب اللي موجودة كويسة. فانت انت ادرك برضو انك هتمشي الدوري وبطولة افريقيا ماشيين مع بعض والمنافسة فيهم قائمة. او. مش الطبيعي انه الاهلي على فكرة طول الوقت يخلص الدوري من بدري. يعني مش المفروط يعني في المنافسة ده مش طبيعي. اه بتحصل طبعا من النادي الاهلي على مواسم تاريخية. بس ده مش الطبيعي انه الدوري يخلص بدري. ايو بالزبط. بس لولا ان انت مرتاح في الدوري. اه. ما كانش هيبقى عندك الجرأة ان انت تريح لعيبة مهمة. ام. انت عمرك ما هتقدر تريح علم علول وانت محتاج ان انت تكسب. ام. لكن انا لو واضع مرتاح في الدوري. لا. هعمل ريتيشن براحتي. هطلع لعيبة من من الملعب براحتي. هنزل اللعيبة برضو براحتي. فانا اي حد هيكون موجود. انا كده كده مرتاح. انا مش في حاجة مثل ان انا اكسب. انا فيه الوضع مرتاح معايا. فيروح مؤثر معايا على البطولات المهمة. زي السوبر ليك. زي كاس العالم. زي. عندي اللعيبة الاهم. او العناصر الاساسية. لا. هي مش بس موجودة. لا. هي موجودة ومرياحة كمان. صح. وبسبب الضغط ده يا كريم. خلي بقالي اخر نقطة. عشان فلاك استغسل. بسبب الضغط ده. لما بيجي النادي الاهلي مثلا يكون عنده مطش حاسم عشان يتأهل من مجموعة. او مطش في الدوري حاسم او غيره. يطلب تأجيل مباراة. فبتخش في مناوشات وقتها بقى مع اتحاد الكرة. واتحاد الكرة يخش في مناوشات مع الاهلي. ويبقى في حالة عامة كده من الشد والجذب على ان احنا بس مش منظمين الدنيا.